السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي سنجدون اليوم حلوة الحلويات بدون فرن سهلين مهلين ممكن توجدهم حتى الاخر اللحظة حتى يقرب العيد قاعد ممكن توجدهم او ممكن توجدهم في الثلاجة بسم الله على بركاته الله سنبدأ باول حلوة هنا لدينا سكيلو او ديالتمر من زوع الناوات يعني عبرته قبل ما نزول الناوات سنطحنه من بعد ما طحنته حتى يقولي على شكل كريمة هنا او ممكن تدري عجينة ديالتمر ستأكد بانها تكون زيانة و سنزيد لها هنا 400 جرام ديال الكوك او جوز الهند سنعود نطحنه هنا ايام لأحسن باش ما يبقى ايبان بزيف من زيانة ستأكد بزيف ستأكد بزيف او عجينة سنزلوه هنا في هذا المول هذا و انتم تدري المول على حسب السمك الذي يريده يعني تقدروا حتى تدري واحد الورق تصرحوا العجينة هاد الخليط لابد لكم بان السمك رقيق بزيف و لهذا تقدروا تشوفوا شي واحد اللي ناسبكم يعني لحسب انتم السمك اللي بغيته انا بنسبة لي هاد المول السمك دياله مناسب كان بغيها بحال هكذا هذا هو اللي كان وجد فيه هاد الانواع ديال هاد الحلويات مهم حاجة اللي مهمة بزيف انكم تضغطوها مزيان 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 خاصة تضغط يعني تاخذوا الوقت انا رغير قطعت الفيديو ما انا خديت وقتي باش ضغطها مزيان يعني حتى تجمع مع بعضها سافي وده بغدا ندوز باش نوجد إلا كانت عندكم موجدة زبدة ديال اللوز ممكن ندروا زبدة الكوكاو درتها تطحن خاصة تطحن مزيان وهنا ضوبت واحد مئتين غرام ديال الشكلات سوف نزيد معها فقط مع القادية زيت الزيتون ممكن ندروا مع القادية الجوز الهندي او مع القادية الزبدة سوف نحرك مزيان انا شنو كندير بالنسبة كندو بالنص هنا كنزيد واحد رشيشة ديال الملحة كندو بالنص وعد كنزيد النص الاخر كنعود نبرد به باش هكذا كي يجيني شكلات كي يجي طنبغي وكي يجي مزيان سوف نرى كيف ضغطتها مزيان يعني قابت راسها واصلا فاش نديروها في تلاجة سوف نزيد ما زالت قبط راسها سوف ننزل ذلك الشكلات اللي عندي كامل ديك زبدة اللوز اللي غدا نزيين بها رح ممكن تستغنو عليها وتديرو غير مثلا سكر غلاسي مع الحماد او ممكن تديرو الشوكولات البيض انا ممكن شريش شوكولات البيض فممكن اللي بغيتو يعني ممكن تديرو اللي بغيتو شوكولات البيض سوف ننزيل ونضيف ثم ننشي كي نضيف الزبدة اللوز كنتحنها بمزيان لم تزيد ما احدا غير بوحده هذه اللوز بلدي غير بوحده غزال بلا ما تزيد لي لا زيد اركان ولا عسل ولا تجي حاجة حلوة سبحان الله سوف نضيف بوحده 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 لا نحتاج الكيمياء انا غير انا طحنت بوحده 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 خمسة درهم لوز وعشد درهم سوف نضيف خطوط لا تخافوا لان هذه الخطوط سوف نضيف بوحده 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 منطحة غير بموجه بوحده سوف نتحن هنا 250 جرام الفريز و 250 جرام التمر سوف نتحنهم مع بعضهم يمكن تقوم بإمام الموز أو المدفح يجب أن يكون الفريز جيد وإلا الحامض أجد أن يكون الفريز جيد يكون غالب على الفريز يجب أن يكون الفريز جيد وإلا الحامض لا يكون حامر غير ماء حاول تخلي الفريز يكون صغير ومدفحه يكون حامر هنا تشحرنا جيد حتى تبخر السوائل كاملة لا يبقى أي شيء ومدفحه يكون مكسرة ومدفحه يمكن أن تكون مكسرة ونزيد لها 250 جرام من البستاشة يمكن أن تكون مكسرة ومدفحه باللوز يعني المكسرة التي لديك غير على شرط يكون محمرين محمرين ومدفحه يمكن أن يكون مهرمشين سوف نزيد 100 جرام من الشكلات ونخلط ممزيئ بالنسبة للمقادر لدينا 250 جرام و250 جرام و250 جرام و250 جرام يمكن أن تعوضه باللوز أو الكوكو وهنا 100 جرام سوف ندخلها للتلاجة وندخلها للتلاجة لكي تبرد لكي تقبط رأسها ونقوم بحالة تخيف كيف ترى أن أقوم بمدفحها وكيف ترى أنه تفتح كيف ترى أن ترى يمكنك يكون الملحة لها الأساسية وكيف ترى أن ترى أن أقوم بقى وكيف ترى أن ترى أن أجلب الربع ساعة ونقوم بمعنة صورت لكم هذه الحلوة ونقوم بجرامها و احتى شكلات قبط راسه بزاف انا اتقدرت شكلاتي يتهرس لكم واحد شوية يعني ما تكونوا كتقطعوا يكون قصاح بزاف دبحتها غدا انقطعها عاد غندخلها لتلاجة قبط راسها مزيان و ديك الساعات انا غدا يعني بصراحة غندخلها المجمد ارا كيف قد لكم في الول هاد الحلوية اللي كان وجدها دائم غندخلهم مجمد لانه عادة انا كيخليتها الاخر لحظة عاد كان وجد كل شي في دقة دابا فيما يكون عندي الوقت كان وجد لا يأخذوش لي بزاف فالحالي انا وجدت غرضك شي سهل باقي ما درت شي حاجة يتأخذ لي الوقت فيما كان نكون داخلها كان وجد شي حاجة اخرى يعني كان وجد هاد شي تهوف طريقي وكندير في واحد البواطة دي الزاج انا كندير البواطة دي الزاج وكنستفهم وكندخلهم الكنجلاتور اصلا لا يريد ان نخليهم بزاف نخليهم شكل 10 ايام او حدا ليس ايضا يعني مشي مشكلة كيجيب ديهم كيجيب دي قنجليهم صافيه ان شاء الله نفرقوهم ويبغي يدق يدق ويبغي نشوفوا ان شاء الله مهمة الحليوة هادي رادي كي ياكل صحي ولا مكي ياكل صحي لكي يعجبك ان نوضكوكو لكي يعجبك الجوز لاندراجة تجيل دي لانني استعمت مكونات الجودة ديالهم زوينة فكاتش رائع عندو زدبال هادي صفها هي قبطات هادي اللي تخيف هادو وما قبطو راسهم سوف نشكلو هنا كويرات وهنا عدنا الاختيار اما غنغطسوهم في الشوكولات يعني ندوبوا الشوكولات ونغطسوهم ومن بعد كنزينوهم شو يبدك شي للداخل فيهم يعني اما بستاش اما كوكو اما لوز رح يجوب بلاتة اما نديرهم في شكل شيمول مثلا نديروا الشوكولات ومن بعد ندخلوا ذيك الحشوة الداخل يعني نرى هاد اللي تخيف هاد اللي تخيف هاد اللي تخيف هاد اللي بغينا صافي انا درتهم غير هنا وما زال حتا نبغي نخرجوا متلاجة عادي نديروا ان شاء الله ف هادوك اللي كيسات ان شاء الله في الورق صافي انتم تشوفوا الحليوة ديال الرخامة كيفاش واذا كيفاش نبغي لأجيب من كي يبرد بجان لان بردات مزيان حنا عادة بش رجعت بش صورت كل شي يعني تمام يبغي لما يجي ديالي رائع جدا نظر جدا ورح تجي وحتى هذه لمضاق ديالها غزالة يعني زوينة بزياد يعني سواء اللي كي يكون صحي لما كي يكون صحي اه اسمان ان شاء الله ان شاء الله الفيديو ديال اليوم أنت الاعجاب ديالكم إلى فيديو جديد إن شاء الله استودعكم الله لدي لا تدعوا دائعوا السلام عليكم ورحمة الله